نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه السورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان لذا كان للسورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عظائم وشدائد من هذه القصص التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسيب إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيقوا تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعمى إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكسيميليان؟ لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا ماكسيميليان؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولبعدنا عن الصواب نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيلا الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليال اقترب اقترب يا أخي مليخة أعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره رزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي دقيانوس ماذا وراءك يا جوليوس نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا وأين كان حارس المعبد قتلوا يا سيدي اللعنة ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة انصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنطونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها ماذا قلت الآن يا مارتنيوس ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتنيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ها؟ ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه إنه ولدي مارتنيوس؟ ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة أنه يتمرد على الآلهة بل ويزدريها سيدي إنه ما زال صغيرا والشباب في هذا السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتنيوس أكثر شجاعة منه لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطش أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجه تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورع عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تمثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ذرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزمي أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقف ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتناء والنعمة اليوم الذي يحتفل فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكس ميليان ورفاقة فيومي أوديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء أيها الرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالتعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يبغيتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أرسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أرسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة آه ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصرم نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من ديقيانيوس يا إلهي أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الظابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا كان السامري رجلا بارعا في التأثير على الناس حسنا بكت إيزيس طويلا على زوجها الحبيب ثم جمعت أشلاءه أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري سيد حليم هذه عاشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام يجب أن تنتهي من صناعة التماثيل الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون أتفهم؟ سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي ثق بمساعدك الأمين انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتك في الثرثرة صدقني ساعة الحظ لا تعوض اجلس يا سيدي اجلس وجرب هذا الطعام اللذيذ والتماثيل من يصنعها؟ لا تخف اجلس اجلس تفضل للطعام يا لك من مثال بارع وحكاء بارع أيضا وأسمع دبيب النملة وبصري أحد من عين السقر كل هذه المواهب ولا حظ لي لا تبالغ في تقدير نفسك المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟ ماذا تقصد يا سامري؟ إنه مشغول بموسى ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه معك حق موسى هذا رجل خطير لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد ولكن موسى ينتسب إلينا إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالا أو نفوذا يحيرني أمر موسى كثيرا سأذهب لأنام الآن أحسنت صنعا يا سامري انظر إلى الأعلى هؤلاء هم السحرة الذين عاصوا الفرعون نعم أراهم بوضوح كأنما الفرعون يتواعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته أرى أن الفرعون ينتهي يكاد يعلن هزيمته أمام موسى لا تغرك أجساد السحرة المعلقة إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين لا أفهم منك شيئا لا يهم أن تفهم المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى صدقني يا ميخ سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون ألازلت لا أفهم ما رأيك يا سيد حليم؟ رأيي أن موسى على الصواب وأنه نبي مرسل وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك لقد آمنت برب موسى وهارون وأنا مثلك سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به فإذا ربح موسى ربحنا معه وإذا خسر تركناه يخسر وحده هيا أسرعا ليس هناك وقت النبي موسى ينتظرنا ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا؟ هل ستعودين للثرثرة؟ الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي يقتل الأطفال ويستحي النساء لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى قولي لها هيا يا سامري سنهلك أوشكت على الانتهاء يبقى فقط القدوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ هل تتصور أنك ذاهب إلى عمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب أسرع إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير إذا أردت نصيحتي أخفي تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون حسنا هيا هيا بنا لنلحقهم إلى أين سنذهب الآن؟ البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا أصمتي يا موتا حتى نسمع أوامر نبي الله موسى وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم وأمر قومه أن يعبروا البحر أوامر النبي واضحة أعبروا الماء من المكان الذي شقته العصى أسرعوا أصوات خيول الجنود تقترب النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال أسرع يا سامري إلى الماء إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير ألقيه وانجو بحياتك لا يمكن ماذا تقول يا رجل ليس هذا وقت المجادلة سأنجو بنفسي آخر ما كنت أتخيل أن أسير وسط الماء لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدقه لقد أحسن باتباع النبي موسى أين السامري يا ميخة سيلحق بنا هل تركته وحدة؟ لقد سبقته إلى نزول الماء فقط افسحوا الطريق للضعفاء ليساعدني أحد على حمل سرتي أنا أعينك يا سامري وأنا أيضا الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين هل رأيت؟ هل رأيت الشعاع المضيء؟ عن أي شيء تتحدث؟ ألم تبصر معي الحصان القوي؟ حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟ يا لك من أحمق لن تفهم أبدا أنت تتحدث بالألغاز يا سامري يبدو أنني رأيت شيئاً لم يره أحد غيري ومن الحكمة ألا أتحدث عنها سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي تعود إلى البر؟ هل جننت؟ اذهب أنت ولا تشغل بالك بي سأكون خلفك بعد لحظة إنني متأكد مما رأيت يا له من كائن مدهش لم أستطع النظر إليه من شدة النور أيكون ملكاً من الملائكة الكرام؟ ولم لا؟ كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع ها هي قبضة مباركة سأحتفظ بها النجدة 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 بعدها عاد السامري منضماً لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوماً وما هدا أين كنت يا سامري؟ أقلقتنا عليك أنا بخير لم يحدث شيء هل غرق الجنود من خلفنا؟ نعم غرق الجميع فرعون وهامان وجنودهم الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق أسرع يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء توقفوا عن السير أمر نبي الله موسى بالراحة هنا اختيار رائع المكان هنا آمن انظروا هناك نار في أسفل جبل بالتأكد أشعلها شخص ما لنذهب ونستطلع الأمر أليس من الأدق؟ أن نسأل نبي الله موسى أولاً نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا السامري على حق لن يغضب نبي الله من أمر كهذا انظروا إنهم يعبدون صنماً نعم إلههم واضح أمام أعينهم ليت لنا آلهة مثله نعم آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى لن يوافق أبداً على هذا الكلام الفارغ أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة صنم مثل ما تعودنا آه إنني متعب للغاية متعب وضمآن وأنا أيضاً أشعر بالضمأ والجوع ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام ولما خشي نبي الله موسى على قومه من الفتنة ومن الهلاك دعا ربه فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الأرض فانفجرت منها اثنتا عشرة عينا وعرفت كل قبيلة طريقاً إلى الماء الحمد لله أخاه هارون وهو وزيره ونبي مثله ويعرف كل تعاليم الدين سامري أين أنت؟ لم أرك منذ وقت طويل ماذا تريدين يا ريمة؟ أهذه طريقة تخاطبني بها؟ أردت أن أطمئن عليك خاصة أنك لم تكن في وداع نبي الله وهو يصعد إلى الجبل هل صعد إلى الجبل؟ لماذا؟ ألا تعرف؟ ذهب لميقات ربه معنى هذا أن موسى ليس بيننا الآن نعم لكن إذا احتشت شيئاً يمكنك أن تستشير أخاه هارون لست في حاجة إلى استشارة أحد يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدا من؟ السامري؟ ألازلت مستيقظا؟ بل إنني نائم نم أنت أيضاً كيف تحدثني وأنت نائم؟ إلى أين تذهب؟ سأستنشق بعض الهواء النقي لا يا سامري أنت تكذب علي ليس التنزه هو مقصدك وما هو مقصدي إذن؟ أن تقلق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق الثلاثين ليلة نعم نعم هو ذلك هو ذلك قل لي يا ميخة أين الفأس؟ بجانب الخيمة؟ الآن جاء دور القبضة المباركة من أثر الملك الكريم سأصنع شيئاً ليس له مثيل في الدنيا بأسرها سامري أين كنت؟ أنا كنت أبحث عنكم إلى أين تذهبان؟ إلى اليوم سنحاول أن نصيد شيئاً من الأسماك لنتغذى بها عظيم ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟ لقد تأخر بالفعل ولكنه مع ربه أشك في ذلك لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه لا تخشى عليه شيئاً إنه نبي الله ثم إنه قوي البنية عظيم الحكمة ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه ولو حتى عند أول الجبل السامري معه حق هذا واجبنا انظروا ما هذا؟ سمعت صوتاً كأنما عجل يخور العجل هناك عند الجبل تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له انصري يا مرسى إنه يشع نوراً ويخور أيضاً أخيراً أصبح لنا إله نسمعه ونراه ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد وقد ذهب إليه رسوله موسى كم هو جميل اخشعوا أمام ربكم وقفوا له ساجدين هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي لماذا لا ينطق؟ استغفر الله يا رجل وتأدب استمروا في السجود وادعوا في ضراعة وخشوع أنت تخدع الناس يا سامري ألم تسمع الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟ لا أدري ومن أين جاء التمثال الذهبي؟ لا أدري أيضاً ولا زلت تعاند وتكابر لا أصدق أن هذا التمثال هو رب موسى وهارون كفر من قبلك فرعون وهامان وعاقبهما الرب بالغرق أنت تسير الفتنة يا سامري إذن تركنا ولا تفسد عبادتنا هيا أنت مغضوب عليك إنني أحذركما لقد أبلغت نبي الله هارون بما حدث ماذا قلت له؟ قلت له إن القوم يعبدون عجلاً من الذهب لا أدري من أين جاءوا به وماذا كان جوابه؟ قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لكن أغلب الناس لم يعبأوا بصرختي ولا سمعوا تحذيراته المتكررة وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري لماذا لا يخور الإله ويمنحنا البركة الهواء لا يتحرك ماذا؟ أقصد بعبارتي أنكم لا تتغيرون تمتلئ قلوبكم بالذنوب والأحقاد مثل الهواء الساكن الذي لا تطهره رياح المحبة والتسامح كلامك جميل رغم أن لي لا أفهم شيئا انهضوا انهضوا وحركوا الهواء بعبادتكم حتى يرضى عنكم الإله أبيس صدقت يا كبير الكهنة يا قوم توقفوا عن هذا العبث ماذا تقول يا رجل؟ لقد عاد نبي الله موسى من الجبل عاد؟ ماذا؟ متى؟ عاد منذ قليل وأخبره أخوه بما يجري من عبادة العجل فغضب أشد الغضب فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا كيف عرفت أنه غاضب ألقى ألواحا كانت في يده وأخذ برأس أخيه ولحيته يلومه ويعنفه على صمته وماذا قال له هارون قال له النبي هارون يا أخي لا تجذب رأسي ولحيتي إني خشيت أن تظن أنني فرقت بين بني إسرائيل ولم أنفذ وصيتك يا قوم إن نبي الله موسى قادم إلى هنا عظيم عظيم مدام نبي الله موسى قادما فلستم بحاجة إلى خدماتي إلى أين تذهب يا سامري تذكرت موعدا مع صديق فوق هذا الجبل لا يوجد فوق الجبل إلا أمثالك من الذئاب والعقارب والثعابين انتظر حتى يحكم نبي الله في أمرك ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وجرت محاكمة السامري وأخذ حقه في الدفاع عن نفسه عندما سأله النبي الكريم فما خطبك يا سامري سأحكي كل شيء لقد بصرت بما لم يبصر به كان الملك الجليل جبريل بيننا فقبضت قبضة من أثر مكان سيره واستخدمتها في صناعة التمثال لماذا فعلت ذلك؟ هكذا سولت إلي نفسي انتظر هنا حتى يصدر نبي الله حكمه عليك لو أمر بقتلك ألف مرة لكان هذا أقل من جريمتك ألم تكن تعبد العجل مثلي؟ أنت الذي ضللتنا وكنا لك تبعا صمتا إن النبي سينطق بالحكم قال موسى عليه السلام اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لا يحدثه أحد ولا يمسه مخلوق هذا أمر نبي الله اتركوه وحده حتى يموت بعد أن أصدر موسى عليه السلام حكمه على مدبر الفتنة حكم على أداة الفتنة بالنسف أمر أن يحطم العجل ويحرق وتلقى بقاياه في اليم هذا يكفي هيا باعوا هذه الأجزاء في النار القارب معد لنقل الذهب المسحور إلى الماء ميخا باجرما انظر إلي إنني صديقكم السامري كأنك لم تسمع شيئا بالطبع لست مجنونا لأعرض نفسي للعقاب لماذا لا يجيبني أحد؟ إنني إنسان مثلكم وأشعر بالبرد وبالجوع وليمكنني أن أفعل كل شيئا بمفردي سأهلك بهذه الطريقة انضي سريعا دون أن تنظر إلي بكل تأكيد لم أكن أعلم أن هذه العقوبة أشد من الموت تصورت في البداية أنني نجوت من العقاب وتركت إلى حال سبيلي لكنني أتعذب من الوحدة والفراغ وعما قليل سيصيبني الجنون من كان يظن أن هذا المكان البغيض الذي كان فيه العجل الذهبي سيصير حديقة مثمرة في رأيي يا أبي لا يوجد مكان بغيض وخير ما فعلناه أننا زرعنا تلك الأرض بالخير ليسامحنا الله على تقصيرنا وضلالنا وليجزي من كان السبب فيه صحيح ألا تلاحظون غيابه نعم نلاحظ منذ أسابيع لم نره بيننا ولا يدور كالمجانين يتسول الطعام ترى هل مات أم ما زال حيا هذا أمر لا يعنين لقد حكم الله عليه ولا راد لقضاء الله دعوكم من هذه السيرة المقبضة لننسى أمره تماماً ونحتفل بإسمار الزرع ونقتسمه بيننا لا تنسوا نصيب الفقراء والمساكين سيأكلون قبل أن تمتد أيادينا إلى ثمرة واحدة أشعر بألم شديد في رأسي يبدو أنني محموم ماذا أفعل؟ عندما أشفى سأغوص في البحر وأستخرج الذهب المصهور وأعيد صناعة العجل لا أقوى على الحركة لا أقوى على الحركة ولا ولا الكلام قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إله كو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما بعد وفاة أب الأنبياء آدم عليه السلام استمر الناس على عبادة الله وحده ومرت السنون السنة التل والأخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم وعند وفاتهم افتقدهم الناس وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم لماذا لا ترسمون لهم صورا أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين آه نصورهم نعم أليسوا شيوخكم نعم هم أولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكرهم وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا سأذبح لك الذباح وأهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي ياود أتوسل إليك ياود اشف لي ولدي ياود أنت أول معبود في الأرض اشف لي ولدي ياود وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان سيدنا نوح عليه السلام فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماذا تريد منا يا نوح نحن لا نريد أن نعبد إله كهذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلهتنا هيا ذهم من هنا أنت يا نوح مجنون المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوما ضلوا عن طريق الهداية فلا تحزن يا أخي فقد باءوا بأوزارهم حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون هذا هو الأمر المؤلم يا سام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصنام هيا اذهب من هنا أنت يا نوح المجنون هكذا قالت زوجتك والها ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم يا إلهنا نسر أدعوك أن تزوجني فأنت إلهنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى يا نسر لماذا أنت لا تنطق وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له وازداد إذاؤهم له ولمن اتبعه فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام وكان خشب السفينة من خشب الساج وقيل من الصنوبر كان نوح النجار صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء وهو الآن يصنع سفينته تصنع سفينة في الصحراء يا نوح ايو أقل هذا؟ حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه هاي اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون فاصبر يا نوح إن نصر الله قريب ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم افتعد عنا أيها المجنون وذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عنا انصرف هيا واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونصخر من نوح تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أي عقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعب فوق هذه السفينة مجنون إنك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عني الجاهلين اذهب عنا أيها الرجل المجنون أنت رجل سفيه أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمن بدعوته وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك واجتمع كبار القوم وأثرياءهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة غدا سنعرض الأموال على نوح وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا فما جمعناه له من أموال يفق أموالنا جميعا ولكنه رجل عنيد عنيد قبل أن يرى الأموال فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر أجل غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه كيف يرفض نوح كل هذا المال يوالها نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح لأنه مجنون مجنون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ماذا تقول يا أبا مهدي؟ كيف هذا؟ نوح على الحق يا أم مهدي نوح بالتأكيد على الحق على الحق؟ نعم كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال؟ إلا إذا كان على الحق تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح؟ نعم يا زوجتي نعم وما هو؟ الله الله؟ نعم يا قويسة الله الواحد الأحد إذن أنت تدعوني لترك عبادتي ود وسواع يا زوجي؟ نعم أدعوك إلى هذا يا قويسة ولكني من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها مستحيل إنها أصنام أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة مستحيل 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 أن أترك آلهتي لا لا وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء؟ يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير مجنون أنت يا نوح مجنون حقا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي؟ هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي؟ حدثني أكثر إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي؟ وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي؟ أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصاء لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب حان وقت الوعد الحق وانتهى بناء السفينة وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين تا إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريا ومرساها إن ربي لغفور رحيم فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق قال نوح لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن اركب معكم ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن اركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر وللأرض أن تعيد الماء فيها وذهب الماء وكأنه لم يكن وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونزل منها مع من آمن معه بسلام ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال إنه من أهلي وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي فقال له ربه إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا وكان الوعد بنجاتهم فسؤالك هذا عمل غير صالح وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم في زمن قديم تلا بعثة نبي الله عيسى عليه السلام عاش غلام صالح في مدينة رقمات كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذو نواسن الحميري ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين وفي تلك الأجواء الفاسدة نمى صاحبنا الغلام الصالح لقد كبر ولدنا عبد الله وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها معك حق الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهنا ما هذه الفكرة الغريبة إن الكهنة لا يجد نقوت يومهم نريد حرفة لها مستقبل صانع أصنام بائع خمور وزير تفضل يا أم الحليب تفضل يا أبي بالهناء والشفاء الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة دعه يدخل ما الذي أتى بك أيها الساحر لقد كبرت يا مولاي وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر لك هذا اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم وحاذر أن يتسرب هذا العلم لعامة الناس لقد اختنقت الحمامة في كم ثوبك أيها الأحمق التالي يا لها من براعة أحسنت يا غلام الفضل يعود لمن علمني وتحسن الكلام أيضا هيا انتهى درس اليوم انتظر أنت يا عبد الله أحسنت يا غلام سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف دين واس هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم أنت الساحر الصغير نعم يا سيدي أنا هو أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني ها هو الحبل اجعله يطير إلى حيث ترقد وانقذ نفسك انتظر يا سيدي لا أستطيع فعل هذا إذن ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثلما ترفع الصخور ماذا تريد مني؟ أريدك أن تبصر الحقيقة لا تستمر في خداع نفسك من تكون؟ أنا الراهب الراهب الذي يبحث عنه الملك ليقتله ألست خائفا أن أبلغ عنك؟ لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟ من القلب إذا صفى بذكر الله هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟ ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسي؟ وماذا أقول لأهلي؟ قل للساحر حبسني أهلي لأخدمهم وقل لأهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيده ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟ لقد حبسني أهلي لأخدمهم هذا ليس صحيحا أنت تكذب وما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس معك حق يجب أن نفعل شيئا ماذا تقصد؟ الناس تقول لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟ هل تنوي أن تواجه الدابة فعلا؟ لا أدري فكر أنت في حيلة تقضي بها على الدابة أنا؟ ستقضي الدابة عليك لا تخافوا إنني أنتظرها اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ إنه ليس إلا خداع اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب هنا عرف طريقة وقرر أن يسير على خط الراهب ويتقرب إلى الله أكثر ويهجر السحر وأكاذيبه سمعت بما حدث هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟ أنا لم أفعل شيئا اسم الله وأمر الله هما الذان قتل الدابة بارك الله فيك يا بني اعلم يا بني أنك ستبتلى وربما يعذبونك ويحاولون قتلك من هم؟ أعداء الحق وهم كثيرون وأولهم الملك الظالم أريد منك شيئا إذا أحاطوا بك وكذبوك لا تدلهم علي ولا تدلهم على مكاني هذا امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر الناس قال الغلام شيئا ما وألقى حجرا صغيرا فوقعت الدابة على الفور أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى ولما تبين بقية العبارة يا له من غلام شجاع هل قضى على الدابة بسحره؟ بالطبع لا وإلا فلماذا لم يقتلها الساحل الكبير؟ إنه أقرب للمعجزات لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة أريد ولدك في أمر خطير لو صدق ظني وعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل لن تخسر شيئا من المحاولة أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصرا هذا أمر لا يستطيعه إلا الله لا أملك لك إلا الدعاء اللهم شفيه بشفائك ورد إليه بصرا إنك على كل شيء قدير ما هذا؟ ما هذا؟ إني أرى لا أصدق أرى كل شيء بوضوح كيف؟ كيف أشكرك؟ أشكر الله الذي رد إليك بصرك سوف أعطيك نصف ثروتي باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين إلى أين أيها الفارس؟ أريد رؤية الملك فورا الملك في اجتماع مهم ولا أستطيع إزعاجه قل للملك إن رسولا من نجران يحمل أخبارا مهمة ويريد أن يراك الآن هذه أخبار سيئة حدثني عنها بالتفصيل دخل الدين الجديد إلى نجران كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران أكمل حديثك من هو صاحب الدين الجديد؟ يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح ما الذي يدعو إليه؟ يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده من الذي دخل في الدين الجديد؟ دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله ودخل فيه بعض اليهود وهناك فتنة بينهم كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران من المسؤول عنه؟ غلام مؤمن يقولون أنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا وسوف يكون تأديبهم حاسما أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه سععف عنك إذا نفذت أوامري تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي لن أضلل الناس لأنال عفوك زيدوه عذابا آه لا إله إلا الله وحده رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين أنت تكفر بألوهيتي تتحداني اقتلوه مولاي الملك هل تأذن لي بالحديث منفردين؟ انتظروا ماذا تريد؟ لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلا أسطوريا في أعين البسطاء من الناس أتعتقد ذلك؟ نعم يا مولاي لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض هذا كلام صحيح ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟ من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا وضح فكرتك أكثر أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيط والبيوت ويقول على الحاضر أن يبلغ الغائب أمر الملك الإله يوسف ذينواس بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين اختيار صائب تفكير حكيم أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما الموت جزاء عادل للخيانة أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه نعم هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذينواس أدام الله فضله على الحاضر أن يبلغ الغائب لماذا يتجهون للجبل يا تورا؟ هل هي رحلة صيد؟ الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية كما تريدون سأكون أولكم في الصعود هذه مسافة كافية لا سنصعد للأعلى ليكون الموت مؤكدا أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى اقتراح عظيم يا سيدي والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني تعرف؟ ولماذا لم تحاول الهرب؟ وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟ ألست خائفا؟ لا يطمئن قلبي بذكر ربي اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير الجبل يهتز النجدة أنا ابتدى مع الجنود إلى رحلة الصيد بل ذهبت حيث أردت ولم يقصر جنودك في آداء مهمة لكنها إرادة الله كيف نجوت منهم؟ أنجاني السميع العليم دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وصقطوا جميعا بينما نجوت أنا بفضل الله وحده لماذا عدت؟ أتتحداني؟ بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟ ألم تعرف بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟ اقبضوا عليه هذه المرة لن ينجو يا مولاي سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة ولم يعد أحد منه حيا ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟ وهل تملك أن تعصي رأي الملك؟ هل نلقيه الآن؟ انتظر انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقا أرعيت؟ سنهلك جميعا أعد قارب النجاة لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده هو الذي ينجيكم في ظلمات البر والبحث ويوم الهول العظيم الله هو المليك المقتدر أيها الرفاق أصمت كمموا فماه اللهم اكفنيهم بما شئت النجاة النجاة عندي أخبار سارة يا مولاي ماذا؟ هلك الغلام؟ نعم السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد وجنودي وتجارتي هلكوا أيضا هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها لن يتهمك أحد بقتله ألي هذا الحد أنت حريص على قتلي؟ ماذا؟ أنت حي؟ نعم كما ترى هذا أمر الله ولن أموت إلا بما شئته وحده إذا كنت حريصا على موتي فسأدلك كيف تقتلني هل أنت جاد في كلامك؟ نعم ولكن عليك أن تنطيعني في كل ما أطلبه منك لست مقتنعا بما سيحدث يا مولاي إنه يسخر منا أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منه لا يهمني لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية وأن أصدق وعده لن يأتي يا مولاي صدقني بل سيأتي ها هو أيها الناس الملك ذو نواسن الحميري يريد أن يقول لكم كلمة لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب إلزموا الصمت نفذوا الحكم صوبوا عليه من يرديه قتيلة فله مكافأة عندي أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم لست ساحر إنما أنا عبد من عباد الله أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم سأقتلك برمح أب الملك ذي نواسن الحميري لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي وأنت تدعو بصوت عالي باسم رب الغلام هذه الأسهم غير حادة إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة هل تسخر منا؟ بل أبلغك بالوسيلة إذا أرتقتني حقاً فنفذ ما قلته لك باسم رب الغلام يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع باسم رب الغلام اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك أشهد أن لا إله إلا الله الموت للغلام الخائن رددوا معي الموت للخائن أمنا برب الغلام أصمتوا قل تصمتوا مرهم أن يصمتوا سأقتل من يفتح فما لم يجدي هذا الآن يا مولاي الناس ثائرون لمقتل الغلام سأقتلهم جميعاً أيها الجنود احفروا أخدوداً كبيراً واسعاً يتسع لكل سكان المدينة ومن يستمر على عسياني سألقيه في النار حياً هكذا سيرتدع الجميع أكفروا برب هذا الغلام وأنا أعفو عنكم حسراً أنتم تستحقون العقاب اقلفوهم جميعاً ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هيا يا امرأة تحركي أه أتحرق هنا طفلاً رضيعاً وأمة وإلكم أصمت أنت أن يخذفها إلى الأخدود كيف يطيق هذا الصغير العذاب؟ يا إلهي ماذا أفعل؟ اسمري يا أمي أنت على الحق الرضيع يتحدث لا إله إلا الله ألقوهم جميعاً في الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنان ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير كانت بلقيس أميرة في مملكة سبأ وعاش أهل سبأ في رخاء لم يروه من قبل ما رأيك يا مولاتي؟ رائع هذا ما كنت أريده بالضبط لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواما في بنائه لكنه أعجوبة تستحق التعب جهد عظيم يا رشيد الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأصوات فرحة اليوم تفوق الجميع وسأسجد للشمس حتى تغيب احتفالا لمولاتي العظيمة ها هي الشمس تتوسط السماء حانت لحظة السجود رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان وطار الهدهد طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رأاه عمبر أين كن؟ هل لاحظ نبي الله غيابي؟ نعم وأقسم أن يذبحك لكني مظلوم كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت سماء الله الواسعة بل كنت تله وتلعب أقسم أنني كنت في مهمة عمل خطيرة وقد أحط بما لم يحط به سليمان وجيته من سبأ بنبأ يقين يا ويلي نسيت أن أخبرك يا عمبر نبي الله سليمان وضع ثلاثة احتمالات الذبح أو التعذيب والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ حمدا لله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ما هذا؟ صبيحة صبيحة أمرك يا مولاتي الملكة؟ ماذا حدث؟ من دخل غرفتي وأنا نائمة لا أحد يا مولاتي أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريره إلى جوار رأسي أقسم لك أنه لم يدخل مخلوق من الباب والرسالة؟ من أين جاءت؟ لا أدري استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا أريدهم في اجتماع عاجل لقد فتشنا القصر بعناية لم تدخل نملة دون علمنا والرسالة التي في يدي كيف وصلت إلى مخدعي؟ هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟ إن صبيحة مربية الخاصة ولن أسمح باتهامها بالخيانة لم أقصد ولكن الأمر محير من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي فالتقطع رقبتي فورا قطع رقبتك لن يحل اللوز أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء أمر مولاتي وضاعف الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي لقد ضاعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر ما زلت أشعر بالخوف من صاحب هذه الرسالة ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عادتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر اصبروا يا سادة ستعرفون كل شيء في حينه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ألقى إليك؟ كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إلي ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف هذه علامة على أننا مخترقون الأهم هو ما تحويه الرسالة ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وقتوني مسلمين هل انتهت الرسالة؟ نعم ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان يقولون إنه رجل قوي حكيم ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول أيها الناس أفتوني في أمري تعرفون أنني لا أتخذ قرارا بمفردي مولاتي إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء ونستطيع خوض الحرب متى أردتي الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذه عادتهم دائما ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية حقنا للدماء وتجنيبا للناس لعويلة الحرب فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصهور لصنع صناديق الهدايا أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهيرة للملك سليمان لو كان الملك سليمان عجلا قويا طامعا في الدنيا فسترضيه الهدية وذجعله يكف أذاه عنه ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة ماذا سيفعل وقته؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها وسيزداد إصرارا على إخضاعنا لربه ولكني لا أظن أن هناك مخلوقا في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الذهب هذا رأي أنا أيضا أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكم لن أعيد توصيتكم نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي سأراقب أحوال مملكة سليمان خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟ بالطبع لا نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه فهمت يا مولاتي أظهر لهم الودة والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك بكل تأكيد يا مولاتي اطمئني هيا ابدأوا التحرك لترعاكم الشمس المقدسة وصل رسل بلقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام انظر يا عمار لم أرح دائق بهذا الاتساع من قبل إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريحة بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون مولاي الملك سليمان تفضل هذه هدية من الملكة بالقيس ملكة سبأ قال لهم نبي الله سليمان ما هذا أتغرونني بالمال ليس هذا ما قصدناه يا مولاي إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ قال لهم النبي لقد أتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم ارجع إلى أرضكما وقول لمن يحكم أننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العقس يا قائد الحرس لم نر من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها بل تتولى حماية البلاد يا نامق واحرص على حراسة عرش جيدا لن يستطيع الجيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي تصحبك السلامة يا مولاتي فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون كان نبي الله سليمان استعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما أتاه الله من علم وسلطان لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله انظري يا مولاتي إلى التمثيل كأنها حقيقية والفاكات والأسماك إنها معجزة لا تشير هكذا يا صبيحة ولا تبدي انبهارا بما ترين سأحاول يا مولاتي حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة أسماها قاعة العرش وصلنا يا مولاتي تفضلي بالدخول قال لها نبي الله سليمان أهكذا عرشك؟ كأنه هو ولكن كيف جاء من سبع إلى هنا؟ ومن حمله؟ قال لها نبي الله سليمان لقد أتينا العلم من قبلك لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله وإسلامنا نحن إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟ إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحا لأرتاح فيه يا له من ملك كريم معظيم نداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح ما هذا؟ إنه بحر لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر يخيل للناظر إليه أنه بحر أستغفر الله العظيم لقد ظلمت نفسي طويلا كنت أسجد لشمس وهي مخلوقة مثلي لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب العالمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أحداث قصتنا قبل مولد المسيح عليه السلام في قرية أغلب ظني أنها أنطاكيا وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام أرجوك أيها الإله العظيم استجب لي وعافني لقد كرهت صورة المشوهة واعتزال الناس لي ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك أخفض صوتك يا ذهبان حتى لا يغضب الإله علينا وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكية كلها لا أحتاج المال في شيء أمرك عجيب أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال أحتاج فقط أن أشفى من مرضي مولاي الملك العظيم أنطيخس ما الأخبار أيها القائد مسقول رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله وهل اتبعهما أحد حتى الآن لا الجميع يكذبونهما إذن لا أهمية لهما انصرف واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لماذا أطلقتني يا أبا الجوخ هل من أخبار جديدة نعم يا مولاي مدعي النبوة زاد عليهم مدعي ثالث صاروا ثلاثة لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس ولكن وجود ثلاثة متأمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير بماذا يأمر مولاي هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة قالوا قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لماذا لا تجيبنا يا بطاح إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي أما زلت تحدث الإله لماذا هو غاضب علي أم تراه لا يسمع ولا يرى تتحدث كما يتحدث المتآمرون أي متآمرين هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون لم أسمع بهم يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع يا لجرأتهم ألا يخشون من غضبهم يعبدون إلها غير ما نعبد يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي وبينما النجار حبيب جالس أمام داره زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حنانا ورفقا وتواضعا لم يرى مثله في حياته تقولون إن ربكم سميع وبصير وأنه على كل شيء قدير هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القدير فيكشف ما بك إن هذا العجيب إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد الرجل جميلا نظرا ما هذا؟ هم؟ ها؟ يا له من وجه جميل آمنت برب المرسلين آمنت برب المرسلين ماذا قال لك المتآمرون يا مسقول؟ رفضوا كل ما عرضناه عليهم من حلول يا مولاي يجب أن يعذبوا عذابا شديدا ويرجموا بالحجارة حتى الموت اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ما هذا؟ أين حبيب؟ دهبان كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أه؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب لا لست هو إن لك نفس صوته ولكن ولكن وجه حبيب وجسده ها 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 لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته بل قل عدت إلى ريعان الشباب لا أكاد أصدق هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي مساكين سيعذبون حتى الموت أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنتخوس وقائده مسقول يبحث عنهم الآن يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش بل أحاول الفرار مما هو أشد وأسوأ عذاب الآخرة عما تتحدث صوتك صوت النجار حبيب أنا هو وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت تقصد المتآمرين الثلاثة إنهم أنبياء الله حقا وصدقا أتريدون دليلا أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أرجوكم أن تتبعوا الرسل ومن قال إنهم رسل آيتهم تبدو على وجهي إذن ابتعد عن هؤلاء المتآمرين يريدون تضليلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالا ولا جاها في سبيل الدعوة ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد بل تعال أنت أمام الملك متهما بالتحريض على العصيان بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين يحكم على المتهم بالموت ضربا بالأقدام هيا لتنفيذ حكم العدالة إني آمنت بربكم فاسمعون خذ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خذ يا عدو الآلهة آه آه أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم آه مت يا رجل آه 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 يا ليتكم ترون جزاء الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حقه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لقد سوينا به الأرض تماما صار كالتراب وما مصير الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم تركوا الأرض يا مولاي حذرونا وهم يهربون من عذاب ربهم دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار ولنفرغ لأعمالنا المهمة ما هذا؟ هل قابت الشمس فجأة؟ النجدة 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 جنودي جنودي النجدة ابتعد عني آه آه أهرب 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 النجدة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون